خد بالك النهار ده النتيجة ايه بغض النظر عن الاستمرارات نادي الزمالك او 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 النتائج اللي هتيجي بعد كده قس انا بحب الحاجات دي اول يعني ان انت تستبعد ثلاث لعيبة وبس احنا كنا بنتناقش بره الهوى انا والكابتن في حاجات كده بره فاتكلمنا اقول له ايه التحويل للتحقيق وعرض للبيع في لعيبة فضل لها 6 شهور في عقودها زي فتوح كان ممكن تطلع بقرار تاني خالص ايقاف اللعيب لأجل غير مسمى تبقى انت فاتح الباب سايب الباب متوارب لو عملت ايقاف اللعيب انت بتقول تحقيق انت فهمني ازاي؟ وعرض للبيع اللعيب اول ما يسمع عرض للبيع دي عمره ما هيجيلك التحقيق وده اللي حصل يعني اللي راحوا التحقيق الزيناري وصدح وفتوح راح وراح التحقيق انت لما تقول تحقيق وعرض للبيع وتقول ان الباب مقفول في حتة العرض للبيع اللعيب هيقعد الست شهور عندك وهيمشي فكان ممكن تعمل إيه يعني واجهة نظر تسيب الباب تقول إيقاف اللعب لأجر غير مسم إيقاف اللعب لأجر غير مسم دي أنت ممكن حتة مططية شوي أنت ممكن أثناء المشورد أيه بس أنت محتاجها أنت ممكن أثناء الإيقاف ده تتفوض مع اللعب لو أنت عايز تجددله عايز تمدله عايز تقعده عايز 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 اللعب لسه عمال يقول لك لأنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا أنت خلاص خليك إيقاف الأجر غير مسمى أنت فهمني إزاي؟ تجميد زي التجميد إيقاف الأجر غير مسمى زي التجميد زي التجميد تقدر تمرن اللعيب أنت فهمني إزاي؟ تخصص له هو والمجموعة اللي معاه يعني أنت مش مع قرار عرض للبيع لا عرض للبيع ده أنا في عقدي ست شهور يا مهيب أنا لو عقدي فيه سنتين فيه سنة ونص فيه تلات سنين عرض للبيع أنا هبيعك هبيعك لو انا قراري خلاص اخر حاجة بالنسبالي فانا عندي سنتين في عقد اللاعب ده انا مش محتاج اللاعب دوت بس المشكلة ان انت اللاعب دوت مرتبط باحداث مين هيجي يشتري منك اللاعب حتى لو عقدوا فيه سنتين ده عقد اللعيب مفوش سنتين ده عقد اللعيب فيه ست شهور هيقعد سلام عليكم وعليكم السلام وخلاص هيروح فري في اي حد فانا مع ان هو كان تجميد او ايقاف لاجل غير مسمى لسيب الموضوع انت تقدر تتفاوض مع اللاعب يعني برضو الزمالك يعني اللاعب دول اعترفوا بخطأهم ايه يعني اعدبهم يعني فيه اخطأ متكررة ماشي فيه لعيبة اخطأ متكررة اه لعيب لما يكون خطأ ومتكرر خلاص اللغة الحوار معاة بتبقى لغة انتهت انت دربت نادي الزمالك كان فيه لعيبة بتصوك بقولك فيه اخطاء اخطأ وتيجي اه فيه احنا خدنا دوري مهيب طب هنا قلت حاجة لا اصلا بس انت بقوله اه دربت نادي الزمالك فكان فيه اخطاء متكررة هو كان بيتكلم معايا قبل الهوار احنا خدنا دوري احنا خدنا دوري عشان صح وغلط وعقاب وصواب وكلام دوت في ظل وجود اللجنة مع كارتيرون احنا خدنا دوري كان فيه احداث بنعمل فيها الصح والغلط خدنا فيه دوري اللي هم التمن اسابيع اللي احنا مقصرناش فيه همتش فاكر الدوري ده اي فاحنا عملنا الصح فانا شايف ان الصح بيجيب نتيجة الصح النهاردة جاب نتيجة الصح اللي هيسب اقول لك الحاجة فيه لعيبة تاني في نادي الزمالك لازم تاخد طلقة يعني ايه فيه لعيبة تاني مستخبية ها برضو لازم تجميد لازم عرض للبيع لازم رحي فهم انت زي عشان الدنيا تروق طالق ما احنا طبع ممكن القرارة ده يكون خوفهم مين اتمنى كم لعيد مسلا اتنين كمان اتنين طبعا اعرف لو اتنين انا على حد اتنين انا عرف انا مش هقولك اسام طالما ولا انا عايز اعرف اسام مين هم انا لا طبعا بص يا مهيب طالما فيه طالما فيه هنحط اساس لل